وعن فوز المغرب بملف استضافة مونديال 2030 ونية السعودية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 طلعتنا صحيفة الشرق الأوسط السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034 كشفت السعودية أمس الأربعاء عن نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034 وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم لتسخير الإمكانيات والطاقات كافة لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم بهذا الحدث العالمي بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافة المملكة الكثير من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية وشدد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي على أن رغبة بلاده في استضافة كأس العالم 2034 تعد نعكاسا لما وصلت إليه من نهضة شاملة على الصعود والمستويات كافة إلى ذلك أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أمس أن الاتحادات الأوروبي والأفريقي والأمريكي الجنوبي اتفقت على ترشيح واحد لتنظيم نهايات كأس العالم 2030 تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية وتحديدا في الأوروغواي وباراقواي والأرجنتين وهن العاهل المغربي الملك محمد السادس شعبه باعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإجماع الملف المشترك الذي تقدمت به المغرب وإسبانيا والبرتغال ترشيحا وحيدا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 2030 2030